النمر خرموش كان النمر خرموش نمرا مشاكسا يزعج الحيوانات ويخيفهم باستمرار وفي أحد الأيام جاء الصياد للغابة باحثا عن خرموش ليصطاده شاهد الصياد خرموش وصوب بندقيته ولكن خرموش هرب ونجا بأعجوبة أسرعت الحيوانات لمساعدة خرموش بالاختباء من الصياد بحث الصياد طويلا عن خرموش ولكنه لم يجد فذهب الصياد إلى البيت شكر خرموش الحيوانات على مساعدتهم وهكذا أصبحوا جميعا أصدقاء وعاشوا بسعادة